شاشة العظام والله يسعد صباحك وصباح الفريق العامل معك وأنا حقيقة أنا مقدر لكم جهدك وتعبك وظروف التي تستغلوا فيها واسمحوا لي أقدم من خلالكم تهنئة إلى الشعب الأردني والأسرة الهاشمية ملكاً وشعباً الأردنين كلهم بمناسبة المولد النبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونوجهك أيضاً تهنئة إلى الأخوة الطواف المسيحية بمولد سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام فهذا الشهر شهر كبير شهر عظيم ولد فيه أعظم نبيين فيه موجودين على يعني هو جميل أن تترافق الأعياد مع بعض دائماً إحنا إخوة في هذا البلد إن شاء الله آمن دائماً دكتور يعني بداية أن نحكي عن هشاشة العظام يمكن فيه عدد كبير أو نسبة عالية ومرتفعة بالأردن دي تقريباً نسبة اللي بتصيب المواطنين به هشاشة العظام نسبة أنا حقيقةً ما عندي دراسة ثابتة أو يعني ولكن الآفة الآن أسميها آفة هشاشة العظام أصبحت هذه الآفة منتشرة على بشكل واسع نتيجة طبعاً ظروف الحياة اللي إحنا أصبحنا نعيشها هذه الآفة لم تكن موجودة في السابق عندما كنا نعيش في الأرياف عندما كانت الناس تعيش على الأرض مش بالطوابق العليا والسفل وما أشوف الشمس طبيعة طبعاً اللي راح نجيله فيما بعد الغذاء اللي تغذى والأكل اللي نوكله والعادات السيئة اللي احنا قاعدين نمشي فيها فالآن يعني أصبح هشاشة العظام أنت صبحت منتشرة أصبحت موجودة بأعداد كبيرة وهي تصيب كلا الجنسين الرجال والنساء ولكن يعني معدل الرجال بالنسبة للنساء واحدة عشرة تقريباً نساء أعلى طبعاً نساء أعلى وهذا مرتبط طبعاً بتغيرات هرمونية يعني تتزامن مع ما يسمى سن الأمل سن الأمل أي شكراً نعم سن الأمل هذا السن اللي احنا زمان كان إلو عمر والآن عمر ارتفع وشاظل أحسن إلى أحسد هذا السن اللي ارتبط فيه هرمون معين اسمه الأستروجين هذا يفرز عند الرجال والنساء ولكن عند الرجال بكميات أكبر فعند النساء هذا ينتهي في تقريباً سن الأمل فإلو علاقة مباشرة في عملية امتصاص والكالسوم والأملاح المعدنية في وزراعة يعني ودخلها في العظم نعم يعني لما منقول أنه النسبة الأعلى عند النساء والنساء هي اللي يمكن في عوامل أخرى الحمال وغيرها بتخليها تفقد كيف لازم الست تنبه وإمتى لازم تفحص فحصها شاشة العظام يعني بتأكيد مش الصبايا الصغار أو مبداي مع أنه بصيب يمكن الصغار بسن لكن إمتى الست لازم فعلاً تتابع هذا الموضوع إمتى لازم تفحص وتدير بالها من هشاشة العظام يعني هو يحبث أنه بعد الخمسة واربعين سنة يبدأ النساء يشوفوا الفحص الهشاشة ولكن التنبه للهشاشة العظام يبدأ من الصغر من سن الطفولة المفروض يكون عندنا نمط حياة نعيد النظر الآن في حياتنا اللي إحنا قاعد نعيشها أطفالنا يعيشوا حياة مش طبيعية بعيدة عن كل ما هو صحي تقريباً أصبحوا يعني يتغذوا كله أكل صناعي بعيدين جداً عن الأكل الطبيعي كاستر حليب صارت بالنسبة لهم دواء وعبئ وعبئ كبير وهذه كل الأسر الأردنية أتعاني منها المرضى الثاني هو مرضى التكنولوجيا الطفل اللي قد على اللابتوب ولا على الكمبيوتر ولا على التلفون أربع ساعات مش مستعد يتحرك القاعدة غلط العلاقة أيضاً دكتور الغلط والغلط مش بالقاعدة بس الغلط أنه الطفل ما يطلعش برا ما يشمش هو ما يلعبش رياضة فهي النمط الحياة هو اللي قاعد الآن بيوسعنا وينشر هذا المرض النمط الحياة اللي إحنا قاعد نعيشه يعني فأنا أنصح بصراحة أنه يكون المدارس اللي أنا تعيد النظر في برنامج برامجها الرياضية المجالسة البلدية ووزارة الشباب ووزارة الصحة كلنا معنيين تحسين ظروف الناس المعيشية بحيث أنه نعيد أنه يكون في برنامج صحي للناس يعني في دول الخليج يعني الآن نحيي دول الخليج كلها طبعاً أخواني بالخليج كلهم يعني الآن متنبهين للرياضة وطبعاً هم عندهم مكافحة السمنة والهجعة العلام وغيرها والارتفاع ضغط الدم هذه كلها تصب تقريباً نفسها ما صب فنحن لازم أيضاً نتعلم ونعيد النظر في حياتنا دولتنا لازم تنظر هذا الموضوع وتعمل ما يسمى الممشى لكل قرية ومدينة وكل حي بحيث أنه لا يكونش في عيب ولا في انتقاد أنه الناس تروح تتمشى صباحاً مساءً ليلاً ويكون في محل آمن لها الناس حتى نمشي باتجاه الصحيح لتحزين صحة الناس حتى في بعض الدول التي شفتها ليس فقط الممشى هو بعيد عن الطريق العام لحتى الناس تمشي وبالطريق في بعض الألعاب للأطفال وفي الجيم غير الحدائق العامة اللي هو الواحد ليس مضطر يروح على حديقة عامة عشان يقعد يلعب أولاده لا ممكن بالطريق فبيسليهم أكتر وبيشجعهم أكتر أنهم يكونوا بالشمس دكتور يعني الهشاشة مرتبطة مثل ما نعرف بفيتامين دي وكثير في ناس بتتناولوا يعني حبوب فيتامين دي عندها نقص كل مرة أريت هيك زي ملاحظة أنه كان فيه أكتر من 85% من الأردنيين عندهم نقص في فيتامين دي قديش مدى ارتباطهم ببعض وإيش المأكلات اللي ممكن إحنا نقول للناس أو الأغذية اللي هي ممكن تتغذى فيها فيها فيتامين دي ستي زي ما تفضلتي نسبة فيتامين دي في الأردن تقريبا حدود 85% بعد جراء الفحوصات يعني على اللي عملت 85% تقريبا من المفحوصين وجد عندهم نقص فيتامين دي فيتامين دي فيتامين دي طبعا إذا نحكي على المواد الغذائية اللي إحنا مفروض يعني بحالة نقص فيتامين دي هو طبعا نتركز على السمك البيض الحليب الألبان الأجبان هاي أكتر شيء ولكن هو المنتجات البحرية أكتر شيء هي أكتر شيء ووجود فيها فيتامين دي من هون بقدروا ممكن هاي مشكلة هاي مشكلة فأيدي شوية على البحر ومنتجات البحرية غالية ويعني متوفرة ولكن مش متناودة لكل الناس الإشتاء ليش إحنا عندنا نقص وإحنا بلد شمس زي ما تفضلت بداية المقدمة إحنا نمط الحياة تبعنا اختلف أو يختلف عن الأوروبيين أوروبيين جزء مسموح لهم أو العادات التقليدية والدينية مسموح لهم يمشوا بالصيف زي ما بدهم فهذا بيعطيهم يعني تعرض إنسان للشمس يعني نص ساعة صباحا ونص ساعة مساء بتكفي أنه بيخزن فيتامين دي ولكن للأسف يعني معظم الناس أصبحت يعني أولا طبيعة ملابسنا طبيعة ظروفنا الملابس بتعيق ابتصاصنا للشمس طبيعي طبيعي وطبعا الحباس أصبحنا محبوسين في المنازلة ما نطلعش ما نتشمس ما نتهواش ما نمارسش الرياضة هذه علاقة مباشرة في النقص فيتامين دي وطبعا طبعا علاقة مباشرة أيضا بالهششة لما منقول الحمل طبعا الحامل تستهلك كثير من الفيتامينز ومن الكالسيوم تعطي لابنها سواء كان بفترة الحمل لتسع شهور أو حتى بالرضاعة شو ممكن نوجه نصائح للستة الحامل أو المرأة الحامل أو المرضعة سيدنا يجب أن تغذية أو الطبيعية الصحيحة والمعتدلة ما نقولش نحن المبالغة في الأمر نقولش والله كل يوم أشرب أربعة لتر حليب أو لبن أو كبه ولكن الإنسان بيحاجة من ألف لألف ومئتين ميلي جرام من الكالسيوم يوميا مثلا يجب أن تحافظ على أن تتناول هذه الكمية بشكل يومي بغض النظر حامل أو مش حامل يجب أن تحافظ على نمط معين بالمشي لازم تمشي وتتحرك تبتعد عن مشروبات الغازية تبتعد عن المبالغة في شرب القهوة تعملها شاشة المبالغية نعم مثلا كل فنجان قهوة يأخذ ستة ميلي جرام مثلا كالسيوم كل فنجان قهوة إذا صبحنا نشرب أكثر من ثلاث فنجين قهوة في اليوم فأصبحنا في خطلاء أحمر نعم نخسر حتى الكالسيوم الموجودة عندنا طبعا الحامل التباعد بالأحمال وربنا هذا نصح فيه طبعا فلذلك هذا الاختصاص يعني هجاجة العظام يلتقي فيه كل اختصاصات الطبية تقريبا من النسائية للباطنة جراحة العظام طباء الروماتولوجي يعني معظم اختصاصات طبية والعلاج الطبيعي كل الأخصاص ممكن تلتقي وتعالج هذا المرض أو تتابعه دكتور هل فيه عوارض ممكن تقولنا أنه أو تنبه زي نقول زي ناقوس خطر أنه هذا الشخص معرض لهشاشة العظام يعني سواء كان مرات ممكن عندنا منحس أنه فيه تقطأ مثلا بالعظام فيه حدا بيوقع كتير هل فيه مثل هيك عوارض أو ممكن تنبه الإنسان أنه عنده هشاشة في المستقبل أولا هو يسموه لص الصامت مرض هذا استعظامه يسمى لص الصامت ليس صامت؟ لأنه يفقد كتلة العظمية تفقد بطريقة يعني بشكل تدريجي بحيث الإنسان ما بيشعر فيها معظم المرضى بيجونا على المستشفى وعلى أقسام الطوارئ بحالات كسور في الرسغ أكثر ما تكون في الرسغ العمود الفقري والورك وهذا خاصة كبار السن عند أول وقعة وقعة بسيطة ممكن إنسان يتعرض لكسر قبل هذه قبل الوقعة أو ممكن العراض التي أنت ممكن يعني حبي تسألها لها ممكن إنسان يكون عنده يعني آلام بالظهر تقوس يبدأ لانحناء الظهر لأن الفقرات تبدأ بالضعف وتبدأ التكسر البسيط غير المريض ما يشعر فيه ولكن بعد إجراء صورة أشعة تجد أن الفقرات بلشت تفقد توازنها بلشت تفقد كثافتها تفقد طولها فالمريض هنا في وضع خطر يجب متابعته معالجته فهذا المرض يكلف بلايين بلايين موازنات دول في أمريكا يكلف بفوق الـ 15 مليون بليون بالسنة دولار لعلاج حشاشة العظام ومضاعفاته لأن مضاعفاته هي المشكلة هي دائما هاي المشكلة فعدم التنبه لهذا المرض أو هذه الآفة من الصغر ممكن يؤدينا إلى مشاكل مستقبلية عندنا إحنا في البلاد الإسلامية عندنا مشكلة مش مشكلة هي ولكن هي عادة الوضوء لازم أنه نتنبه مواطنين اللي عنده ختيار كبير اللي عنده ختيار أنه لازم نعيد النظر ببيوتنا نعيد النظر بالمغسل اللي يغسر عليه أو اللي يتوضع عليها يكون في مكان مخصص إليه مكان آمن كرسي يجلس عليه ويتوضع براحته هذا الإشي اللي احنا مش قاعدين نوفره لكبار السن الموجودين في بيوتنا مجرد إنسان مرات بيوضع رجله على المغسلة ممكن يوعد طق رجله بينكسر يقول والله هو زحل هو ما زحلك هو انكسرت رجله انكسرت وقع فلازم نعيد النظر في شغلنا بيوتنا خصوصاً اللي عنده كبار سن نعم يعني دكتور مصلحة أنا بدي أشكرك على هاي المعلومات القيمة اللي إن شاء الله كتير من المواطنين استفادوا منها لأنه يعني مثل ما قلنا دائماً هاي الأمراض عدم التنبه إلها وعدم الاهتمام فيها بتكلف ميزانيات كتير كبيرة للدولة شكراً إلك دكتور مسلحة العبادي استشاري جراحة عظام يعطيك ألف عافية كل الشكر والاحترام وتقدير التلفزيون الأردني إدارة وموظفين والكادر الجميل اللي عندكم والله خليكم والله يديم البلد آمين المستقرن يا رب العالمين آمين يا رب